عليكم السلام أحباتي أهلا وسلامكم في برنامجكم نازلة الجمعة نحن لازلنا مع ابن إسحاق في سيرته الناجسة ونوعد إذاعة هذه الحلقة 21 يونيو 2024 وهي الحلقة رقم 39 وعنوانها ابن إسحاق ينسب للنبي محمد عليه السلام التشريع بغير ما أنزل الله به من سلطان يعني نتوقف مع ما جاء في القرآن الكريم عموما ربنا سبحانه وتعالى قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمه يعني ربنا حرم الفواحش والإثم والبغي بغير الحق والشرك بالله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمه لده وقع فيه ابن إسحاق أول حاجة يعني بالنسبة لموضوع الطعام ربنا قال للنبي يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ده تأنيب شديد يعني في سورة التحريب ليه أنت بتحرم حلال يعني النبي حين حرم حلالا أو امتنى عن أكل حلال ده جاءه هذا التأنيب الشديد لك تبتغي مرضات أزواجك وربنا قال في سورة البقرة في الطيبات اللي هو ربنا أحلها والمحرمات اللي هي ربنا حرمها وهي محرمات استثناء قال يا أولى زين أمانوا كل من طيباتي ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ده الآية 172 إنما حرم عليكم الميتة والدمى ولحم القنزير وما أهل به لغير الله فمنطر غير باغا ولا عادا فلا يثم عليه إن الله غفور رحيم 173 يعني ربنا قال كل من طيبات كل من طيبات دي كلها هو بس حرم عليكم الحاجات دي وفي سورة الأنعام قبل كده قل لا أجد فيما أحيى لي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجز أو فسقا أهل لغير الله به فمنطر غير رباجا ولا عادا فإنه ربك غفور رحيم لها 145 من سورة الأنعام وربنا يعني في سورة المائدة نهى المؤمنين عن تحريم الطيبات يعني ربنا حللوا وقال لك يعني مش نزل يعني خارج الحاجات الموجودة المحرمة اللي هي الميتة والدم ولحم القنزير إلى آخره قال لك دي الحاجات الطيبات دي هو تحرم منها حاجة قال يا والذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحد الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلما رسخكم الله حددا طيبا وتقل الله الذي أنتم به مؤمنون يعني معنى كده لا تعتدوا يعني تعتدوا على حق ربنا في التشريع أن ربنا هو صاحب الحق الوحيد في التشريع وربنا قال في سورة يونس سؤال يعني هنا سؤال لاس للاستفهام ونما للاستنكار قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظنوا الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ده 59 و60 شوف يباحنا عندنا هنا عندنا أن ربنا حدد المحرمات استثناء وقال لك ما عداها حلال وحرم إن حد يحرم الحلال وده اللي هو ربنا يعني فصله أيضا في سورة النحل قال فكلما سرقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون ده الأمر بالأكبر الحلال ولكن ما حرم عليكم وهو بقى الاستثناءات الماتة والدماء والأحمة القنزير وما يهل غير الله به فمن الطر غير أبايا ولا عاد فإن الله أفو الرحيم وبين بعد كده نهي عن تحليم الحلال ولتقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن لدينا لا يفترون على الله الكذبة لا يفرحون متاع قليل ولهم عذاب أليم من الآية 114 إلى 117 فالأمور واضحة هنا في التجارة بقى ربنا قال لا 29 من سورة النساء يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يعني فيه تراض أنت أشتري بالتأسيط أشتري بالنسيط أشتري بكذا طالما أتعامل مع البنك أتعامل مع كذا طالما فيه تراضي مش فيه إكراه خلاص ده اللي ربنا قال عليه تعال بقى لابن الذين كفروا بقى ابن إسحاق يقول لك طبعا هو عمل الموضوع بتاع خيبر ده وحط فيه كل الأكاذيب ومن ضمنها بقى إن قال ابن إسحاق فحدث لي فلان عن فلان قال أتانا ناهي رسول الله عن أكل لحمر الحمر الإنسية والقدور تفور بها فكفأناها على وجهها على وجوهها يعني إن فيه ناهي أنت ما تكلش لحم الحمير هو مش عارفين إن مصر لوقتي لحم الحمير هي أهم حاجة في الحوافشي والحاجات دي وبعدين وحدث لي مش عارف عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يقوم زل عن أربع عن تاني الحبالة من السبايا وعن أكل الحمار الأهلي وعن أكل كل ذي نابي من السباع وعن بايل كذا إلى أكذا إلى آخر وبرضو عن جابر المعضل الأنصاري ولمشه الجابر الخيبر إن رسول الله نهى عن أكل لحم الحمير وأزل لهم في أكل لحم الخيل شوف الناس بتختلف أمزجتها فيه ناس بتأكل الحشرات وناس بتأكل السحالي وناس بتأكل الحمير وناس بتأكل الكلاب وناس بتكره ده وبتكره كده وناس ما بتأكلش الأراني وناس تحب الأراني أنت حر لكن لا تحرم المحرم اللي هو الأشياء المذكورة المستثناء غير كده أنت حر تأكل زي ما أنت عايز تترك زي ما أنت عايز لكن اللي يحدث أن ناس تفرض ما تحبه أو ما تهواه على التشريع وتشرع بغير ما أمر الله سبحانه وتعالى وصاحبنا ده اللي هو ابن إسحاق هو أول واحد بدأ في هذا وقال لك أن جاء منع أكل الحمير في في خيفر وبين برضو قال لك يعني لا يأتي أحد الحبالة من السباية وهو في نفس نفس الغزوة دية الاختراعها قاله أنه أخد صفية بن تحاية بن أخطب من جوزها وسباها ونمعها في نفس الليلة فإزاي هنا وإزاي هناك ما تسألش لأنه رجل كداب عليه لعنة الله ولعنة الله على من يصدق وبعدين برضو نقول لك نهى رسول الله عن أن نبيع أو نبتاع تبرى الزهب بالزهب العين وتبرى الفضة بالورق العين وقالوا تبرى الزهب بالورق العين وتبرى الفضة بالزهب العين طبعا هذا كله كله فارغ وطبع هذا كله برضو في خيبر يعني لقيه بقى تبر اللي هو التراب الدهب وفيه دهب وتبر اللي هو تراب الفضة وفيه فضة فقالك لا بيعدام ينش بيعدام كله كلام عاك شكرا أحباتي وعليكم السلام ترجمة نانسي قنقر